ملخص كتاب فن الإقناع كيف تسترع انتباه الآخرين وتغير آراءهم وتؤثر عليهم تأليف هاري ميلز يحاول المؤلف هاري ميلز في هذا الكتاب فن الإقناع أن يقدم سيكولوجية جديدة للتأثير على الآخرين وكيف تسترع انتباههم وتغير آراءهم وتؤثر عليهم فيعتقد جمع غفير من الناس أن الإقناع ضرب من السحر أو أنه أحد الفنون السوداء الغامضة التي يمارسها السحرة الذين يتخفون في صورة السياسيين أو رجال الإعلانات أو أطباء الأعصاب وقد عمد المؤلف إلى تأليف هذا الكتاب ليوضح أنه ليس ثمة شيء يكتنفه الغموض في الإقناع بل إن بمقدورنا جميعا أن نصبح مقنعين مهرة إذا كنا مستعدين لاحتراف التقنيات المقدمة في هذا الكتاب وقبل البدء في الملاخص لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على لايك وكتابة رأيك في الكتاب في خانة التعليقات الفصل الأول الإقناع يهدف لتغيير المسلمات وفق أساليب محددة الإقناع عملية تهدف لتغيير المواقف أو السلوك أو المعتقدات إضافة للقناعة الشخصية وقد تعمل على تعزيز مفاهيم أصابها الشك أما الاستجابة للإقناع فهي تنقسم لقسمين القسم الأول بوعي وتسمى الطريقة المركزية من خلال الاستماع إلى الشخص وتحليل ما جاء في كلامه من ربطه مع المنطق وإعطاء الموافقة أو رفضها القسم الثاني فيكون دون وعيه وتسمى الطريقة الطرفية حيث يكون العقل مغلقاً وتتحكم الغرائز أو العواطف بالقبول أو الرفض وذلك من خلال اتباع أسلوب المتكلم وردة الفعل الجماعية ويتقسم هذا الأسلوب بأنه شائع في أوساط العامة التي تنجرف حول لغة الجسد والصوت القوي أكثر من تحكيم المنطق ولغة التحليل والفك والرب ويختلف مدى تأثر الأشخاص بوجهة النظر اعتماداً على قوة المؤثر ومدى وعي المتلقي ويمكن تقسيم نماذج التأثير إلى أربعة نماذج الأول الإقناع وهو تغيير وجهة نظر الآخر وجذبه بناء على قوة الحجة الثاني هو التفاوض إذ يقوم كلا الطرفين بالتنازل قليلاً عن موقفه وصولاً إلى حل وسط يرضيهم الثالث هو التعصب الذي يعني التمسك بالموقف ورفض التنازل ما يخلق حالة من التنافر بين الطرفين الرابع هو الاستقطاب وفيه تزداد الهوة بين الطرفين ويعد نموذجاً غير سليم قد يفضي إلى النزاعات الحادة وكما لتأثير نماذج فإن المؤثرين ينقسمون لثلاثة نماذج أخرى الأول هم الدهات وهؤلاء بطبعهم يخادعون ويقومون باستغلال الفرص للفوز ويجزمون بأن فوزهم مرتبط بخسارة المنافس أي أنهم يقيسون النتائج بمقدار الضرر الذي سيلحق به وهم لا يتورعون أن يظهروا بمظهر الحمل للوصول إلى غايتهم كما أنهم ذو أفق قصير لا يهتمون بالصالح العام وتعنيهم مصالحهم الشخصية فقط الثاني فهو ما يعرف بالمتعقبين وهذا النوع يتحين الفرصة المناسبة للوصول لأرضية مشتركة مع الآخر وهدفهم تحقيق مصلحة مشتركة بالابتعاد عن الخلافات والنظر إلى الإيجابيات الثالث المعاندون وهم الذين يخفقون في كل فرص التأثير بسبب عنادهم ورفض التعلم وعدم تقبل رأي الآخر أحياناً ودائماً ما تخرج اللقاءات التي يدخلونها عن مسارها وتتحول إلى فوضى الفصل الثاني الصدق والموضوعية يشكلان الانطباع الأول التحلي بصدق والموضوعية أقصر الطرق لإعطاء الآخر انطباعاً بيداً عنك أما النوع السيء من المقنعين فهم من يكسبون الثقة في البداية حتى يصبحوا مؤثرين ثم يمسون مأجورين ولكن كيف تكون صادقاً تدرك الرسالة من خلال لغة الجسد ونبرة الصوت والكلمات وتعد لغة الجسد العامل الأقوى لإضاء الرسالة للمتلقي إضافة إلى نبرة الصوت هذان العاملان يشكلان 93% من قوة تأثير الرسالة أي أن الكلمات وفحواها أحياناً لا يعد ذا أهمية كبيرة ما يعني أنه ليس المهم ما تقوله ولكن المهم كيف تقوله إلا أن هذا الرأي واجه نقداً واعتبر مبالغة فالكلمات تعطي حدوداً لدى الكثيرين ما إذا كانوا سيعطون الثقة أم لا كما يجدر بك عند مقابلة شخص لأول مرة أن تواجهه بثبات دون ارتباك أو تلعظم وأن تكون صريحاً موجزاً بحديثه لك وتتجنب الكذب إضافة إلى النظر إليه بإمعان حتى لا تجعله يحس بالإهمال مما يعطي نظرة سلبية عنك كذلك من المهم أن تبقى متزناً في تصرفاتك وانفعالاتك خاصة عند الضحك أو المصافحة أيضاً فإن لحركات الجسد انطباعات وحركات توحي بأنماط مختلفة من السلوك فمثلاً الاسترخاء والابتسامة الدافئة تعبر عن عقل متفتح أما تقطيب الجبين والحاجبين فقد يعبران عن انطباع عدواني أما الكذب فيمكن أن تظهر دلالاته ببعض العلامات على المتكلم وأولها ملامح الوجه حيث إن الكاذب غالباً ما يكون متجهم الوجه أو يتصبب عرقاً وبالنسبة للغة الجسد وصوت فإن الكاذب يميل لإخفاء يديه أو لمس أنفه وذقنه كما أن أصوات الكاذبين غالباً ما ترتفع ويتلعثم بالكلمات إضافة إلى افتقارهم في أحاديثهم للحقائق أو المعلومات فهم دائماً ما يتكلمون بالعموميات الفصل الثالث الكلمة توصلك إلى أبعد من أذني المستمع فاجعلها موجزة ومرحة يمتاز المتحدثون المهارة بأنهم قناع كلمة ممتازون أي أنهم يملكون مهارات كاتخدام تراكيب الإيجابية لوصف الأمور ويتحدثون بسيغة التأكيد لآرائهم وما يجعل الخطاب قوياً كثرة التكرار الإيجابي الذي يؤدي في النهاية إلى الإقناع وهو متصل أيضاً بعدم استخدام الفكاهة أثناء الخطاب وإذا كانت الكلمات تلامس قلوب الناس فهي كذلك تخاطب عقولهم وتوصل إليهم رسالة فمن المهم تقصير الجمل والسكوت بينها إذ إن أبرز الأخطاء الشائعة للإقناع هي عن طريق إمطار المستمعين بوابل من الكلمات فالناس يتذكرون المعلومات التي تتلى عليهم بإيجاز كما أن على كلماتك أن تكون واضحة بعيدة عن المصطلحات الفنية أو ذات التخصص فغالبية مستمعيك ليس من أهل الاختصاص أما عن البدايات فإنه يفضل أن تبدأ دائماً ببداية فكاهية إذا كان لديك روح الدعابة وبالنسبة للحوار فعليك أن تدخل في صلب الموضوع مباشرة لا أن تغرق المستمعين بتفاصيل أو قصص مملة فضلاً عن ذلك من المهم التزام الترتيب والتسلسل بالأفكار وفيما يتعلق بالخاتمة والتي تعتبر الخلاصة التي ستجعل الناس يتذكرون خطابك فيجب أن تكون ملحمية قدر الإمكان إما بصوت حماسي أو مقطع حسين يجعل من أمامك يتأثر بك ويصفق لك أو حتى يذرف الدموع تأثراً بما قلته وتجدر الإشارة إلى أنه وفي حال كان الموضوع الذي تتصدى له جدلياً فعليك أن تكون موضوعياً ذا حصيلة معرفية واضعة تدعمها بالأمثلة والأرقام أو الإحصائيات وهنا ينبغي أن تكون الأرقام مفهومة وسهلة التذكر بالإضافة إلى ذلك كله فإن الاستشهاد يجب أن يكون بمصادر موثوقة قامت عليها مؤسسات وباحثون مشهود لهم بالعلم والمكانة تذكر أنك تعامل أناساً عاطفيين يتخبطهم الهوى ويسوقهم الكبرياء والغرور الفصل الرابع راعي اختلاف الثقافات واختر الأسلوب الأفضل أكبر الأخطاء التي يرتكبها المتحدث معاملة الجميع بأسلوب واحد حيث يختلف الجمهور المتلقي لرسائلك فمنهم من يتفق معك في الرأي ومنهم من يخالفك وآخرون محايدون ولديهم وجهات نظر مختلفة ولإقناع هذه الأصناف ينبغي اتباع عدة طرق حيث إن الجمهور المعارضة لوجهة نظرك غالباً ما يشك بمصداقيتك فعليك بداية تحضير الجمهور وأن تبدأ بأسلوب قصصي أو فكاهي وأن تتجنب قدر الإمكان التركيز على مواطن الخلاف معهم أو استخدام الأسلوب الهجومي حتى لا تخسرهم وبالنسبة للجمهور المحايد فعليك ذكر مزايا قضيتك ومقارنتها مع سلبيات القضية الأخرى في حين أن القسم الثالث وهو الجمهور المؤازر أو المؤيد والذي يتفق معك بكل الأحوال فما عليك سوى أن تركز معهم على جانب المشاعر أكثر من الأرقام والحقائق وذلك بأن تجعل خطابك محفزا وحيويا وتعززه بقصص النجاح وأيا كانت النتيجة فمن المهم للغاية إدراك أن الإقناع نسبي ولا يقاس بالفشل أو النجاح ولكن نتائجه تظهر بحجم التأييد الكلي من عامة المستمعين فيمكن لشخص أن يقتنع كليا بوجهة نظرك وآخر يعارضها وآخر يقبل جزءا ويرفض غيرها وتعتبر الأسئلة أكثر الأدوات فعالية في مخاطبة الآخرين على اختلاف ثقافاتهم وأبرز أنواع الأسئلة هي ما يأتي أولا الأسئلة المفتوحة والتي لا يمكن الإجابة عنها بكلمة واحدة وتبدأ بكيف ولماذا وماذا والمشكلة فيها فتح باب النقاش الطويل وبالتالي الجدال وأحيانا الاستقطاب فهي وسيلة غير جيدة للإقناع ثانيا الأسئلة المغلقة والتي يتم الإجابة عليها بنعم أو لا وهذا النوع يعتبر بسيطا ولا يثير فضول الآخرين والأسئلة المفتوحة والمغلقة كلاهما لا يؤديان الغرض بالإقناع وثالثا الأسئلة المثيرة للقلق وهي التي تفتح باب الفضول لدى الشخص وتعمل على تنشيط مداركه والتي بها يمكن أن يصل إلى حد الاقتناع بوجهة نظرك التي طرحتها الفصل الخامس اتبع استراتيجيات العباقرة لإقناع الآخرين يقوم عباقرة الإقناع بسلوك مسارين لإيصال رسائلهم وهما التركيز والتخفيف حيث إنهم يركزون على قضية معينة ويغلفونها بالكلمات المنمقة والمشاعر الجياشة ليجعلوها محط الأنظار فتحصل حالة من الانتباه ثم رويدا رويدا يغللون لمرحلة الإقناع أما التخفيف فيأتي على شكل الإهمال أو لاستخفاف من قضية معينة أو وجهة نظر الآخر فيجعلها محل سخرية يفقد الجمهور من خلالها ثقته بها ويكون التركيز بعدة أدوات ومنها التكرار حيث تعتمد فكرة الإعلانات أو الأفكار الياسية على التكرار المستمر لتصبح واقعا وهناك أيضا الملازمة بأن تجعل مصطلحا معينا ملتسقا بحادثة مثلا لسق القصوة والوحشية بتجارب الحيوان كما يعد التألف أداة ثالثة تقوم على تغيير هيكل الرسالة وإخراجها بقالب مغاير يجذب الانتباه مثل ما كان يفعل الرئيس ريغن أما فيما يخص أدوات التخفيف فهي تقوم على الحذ أي إهمال القضية أو الفكرة دون التطرق إليها أصلا وهو ما يمكن ملاحظته عندما تريد دولة أن تبعد الأنظار عن قضية جدلية فهي تخفيها عن الصحف وتهمشها من المنابر الإعلامية فلا يذكرها أحد والأداة الثانية هي التحويل أي إبعاد النظر عنها وصرف الانتباه إلى موضوع آخر أما الأداة الثالثة فهي الإرباك وتقوم على تعقيد المألة وجعلها ذات خيوط كثيرة فينفر الآخرون منها إن الإنسان بطبيعته يميل إلى اختصار طريق أخذ القرارات بسبب قلة الوقت وكثرة المعلومات مما يولد لديه شعورا بأن القرار ليس ذا أهمية وبناء عليه هناك نوعان من مستقبل الرسائل هما الشخص المركزي والآخر محيطي أما المركزي فيقوم بالتفكير في الرسالة وتحليلها بعناية ثم أخذ القرار أما المحيطي فإنه يكتفي بالنظر للرسالة بشكل سطحي ويأخذ قراره بناء على الانطباع الأول والذي ما ينحصر غالبا بين نعم أو لا بناء على تجربة منتزبرغ الفضل السادس أمور تساهم في تحديد مدى تأثر الآخرين بخطابك محركة الإقناع تعني الظروف التي تؤثر على سيكولوجية الشخص وتوجهه نحو قراره وهي متفاوتة وأولها التباين بغرض إظهار الفرق أي المقارنة بين حالتين فمثلا عندما تحصل على زيادة في مرتبك بمقدار سبعة في المائة ستغمرك السعادة في حين أنه سيتغير مزاجك في حال عرفت أن صديقك في العمل حصل على مكافأة قدرها عشر في المائة ومن هذا المنطلق يمكن استغلال التباين لكسب آراء الآخرين أو الزبائن كما يبرز مفهوم التبادل وهو مقابلة الآخرين بمثل ما قدمه لنا فإذا قدم لنا شخص ما هدية وجب علينا أن نقدم له مثلها وإذا دعانا إلى العشاء وجب أن نقدم له دعوة في وقت آخر وذلك يعني أن بإمكاننا جذب من يكرهنا إلى جانبنا في حال قدمنا له خدمة بسيطة مما يحفزه لرد العطاء لأن تقديم خدمة ما سيجلب لك التعاطف والتعاطف يجلب الرغبة في منح العطاء أيضا فإن الوعود تؤثر على مدى اقتناع الآخرين ويمكن القول بأن التعهدات أن تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات والأدوات المتاحة وإلا فإن الطريق سيكون طويلة فعندما تتعهد بسد المديونية وأنت مرشح رئاسي فإن الأمر قد ينقلب عليك في حال فشلك مما يجعلك تفقد ثقة غالبية من انتخبه كذلك الأمر بالنسبة للمبيعات فإذا ثبت فشل منتجك الذي تعهدت بأنه الأفضل فأنت وقعت في فخ قد لا تخرج منه أبدا كما أن تأثير السلطة يعتبر عاملا رئيسا في التأثير على الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة حيث تتدخل السلطة الشرعية بقوتها وما لديها من أدوات لإقناع الجماعة فيجب التعامل مع الأفكار المرتبطة بالسلطة بما يحقق مصلحة المجتمع فتأثير السلطة أحيانا قد يؤدي إلى انهيار المجتمع عليك أن تكون مستعدا للتنازل في حال فشل الإقناع الفصل السابع نماذج لعمالقة التأثير والإقناع كيف تتعلم فن الإقناع لقد سهم الإقناع في حفر أسماء بعض الزعماء على جدران التاريخ والواقع أن سلاح الإقناع مهم للوصول إلى السلطة إلا أنه يختلف في أهدافه بالنسبة للدول والنظام الذي تقوم عليه فهو سلاح للوصول لقلوب الجماهير والالتفاف حول القائد وتحقيق طموح الأمة في الدول الديمقراطية أما في الدكتاتوريات فإن الإقناع سلاح يأتي لتحقيق الذات وبلوغ المآرب والوصول إلى الأطماع الشخصية للزعيم أما عن أبرز من مارسوا الإقناع فهم ستة هتلر ستالين روزفيلت شرشل لينين موتسي تونغ وقد لا يكون ذكر نماذج الأربعة الدكتاتورية بحاجة للتفصيل فغالبا ما يكون الرأي غير ضروري في مثل هذه الحالات وعلى النقيد من ذلك يمكن الاستشهاد بروزفيلت وتشيرشل الذين أثبتا قوة الإقناع وما يحققه فرغم أن روزفيلت لم يكن منظرا لتيار أيديولوجي إلا أنه كان رجلا عمليا استطاع انتشال بلاده من الكساد الكبير وتحقيق سياسة خارجية قوية كالرسة الهيمنة الأمريكية أما تشيرشل فقد كان خطيبا كثير استخدام أسلوب النقد اللاذع لخصومه حتى إن خطاباته لم تكن تحظى بالثقة لكثرة ما فيها من انتقاد للآخرين وقد نجحت تشيرشل في جعل بلده تعبر لبر الأمان في الحرب العالمية الثانية وكزعماء في الإقناع علينا دراسة سيارهم ونحذو حذوهم في طريق جعل الإقناع سلاحا لتغيير وجهات النظر السلبية والتأثير على الآخرين بما يحقق الصالح العامة للطموح الأعمى إن الناس بطبعهم تسوقهم عواطفهم ومن هذا الباب فإنه إذا أحبك شخص فإنه يتغاضى عن أي زلل قمت به بخلاف ذلك فإنه لن يهتم بما تقوم به والمحبة أيضا تقع ضمن الانطباع الأول حيث إن شركات المبيعات تنصح دوما بأخذ نظرة على آراء أصدقاء لك قاموا بإعطاء رأي إيجابي عن الشركة حيث إن أفضل مصدر للمعلومات هو الأصدقاء تناولت فصول كتاب فن الإقناع الأدوات التي يمكن استخدامها للوصول إلى الغاية ويمكن إجمالها بأن أسهل الطرق لتحقيق ذلك الصدق وذلك بأن تكون مؤمنا بذاتك أولا ثم أن تأخذ إمام المبادرة فالإنسان يميل بطبعه إلى الصفات القيادية وفي خضم التهويل وكلمات الفخامة يجدر بالشخص أن يكون موضوعيا في طرح قضيته أو التسويق المنتج أو الشركة التي عمل بها ومن ناحية أخرى فيجب أن نكون على دراية بما يحيط بنا من ظروف لجعل المنتج يتواءم معها كذلك من المهم أن ندرك طبيعة الأشخاص الذين نخاطبهم لأن مخاطبة المختصين لها أسلوب مختلف عن الحديث مع من ليس من أهل الاختصاص وقد تؤدي هذه الفروق إلى انقلاب كامل في طرق إيصال الفكرة فيجدر الإلمام بالأساليب التي تطرق إليها هذا الكتاب ترجمة نانسي قنقر